عينات من قادة الرأي والمواطنين الأردنيين شملها استطلاع الرأي الذي أجره مركز الدراسات الاستراتيجية. أكدوا أن أكبر تهديد خارجي يواجه الأردن هو الخطط الإسرائيلية لضم أراضي من الضفة الغربية والبحر الميت في حين أن الجديد في هذا الاستطلاع كان شمول ما يطلق عليه صفقة القرن من قبل المشاركين. أنا بتقديري أن نتائج الاستطلاع ترتبط بالخطاب الإعلامي والدبلوماسي الأردني الذي كان متسارع في الفترة الأخيرة ومتصاعد في الوقت نفسه سواء جلالة الملك الذي كان له تصريحات غير تقليدية وغير مسبوقة لدير شبيغل الألمانية وزير الخارجية الذي كان له أيضا خلال زيارته لرامالة للرئيس محمود عباس أيضا تصريحات واضحة وهناك دور دبلوماسي أردني معروف عالميا ودوليا يركز على خطورة الضم على القضية الفلسطينية على الأمن الإقليمي وأيضا هناك خطاب داخلي يتحدث عن خطورة هذا الضم على الأمن الوطني الأردني الملك عبد الله ثاني قاد سلسلة من المباحثات والمشاورات مع رؤساء الدول الأوروبية والعربية لدعم موقف عربي موحد في سبيل مواجهة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى مزيد من التوسع في الضفة الغربية والإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها نسف كل جهود السلام في المنطقة تبعها تحرك دبلوماسي للخارجية الأردنية في أكثر من محور لا شك بأن تحرك جلالة الملك في خصوص القرار الإسرائيلي بضم غور الأردن أخذ منحنيات دولية ذهب إلى الأصدقاء في أوروبا وأجرى اتصالات منذ الشهر الماضي بالإضافة إلى أن هناك جهد عربي واضح بإسناد موقف جلالة الملك من قبل الإمارات وعلى رأسها محمد بن زايد هذا التحرك الأردني يوازيه أيضاً تحرك على المستوى القانوني أعتقد بأن الأردن لن يسمح بأن ينفذ هذا القرار بسهولة وتهدف الاستطلاعات إلى توثيق آراء قادة الرأي أو الشارع الأردني فيما يتعلق بأهم التحديات والتحركات الأردنية وقياس توقعات الرأي العام في كل القضايا الداخلية والخارجية استطلاع للرأي أظهر تماهي الموقفين الرسمي والشعبي بالنسبة للقضية الفلسطينية وهي القضية المركزية بالنسبة للشعب الأردني الرافض للخطط الإسرائيلية المتعلقة بضم أراضي من الضفة الغربية دام الكردي قناة الغد عمان